معنا اتصال ألو ألو، بخير أستاذ مساء النور، مرحبا بك الله يسلمك، عندي سؤال أستاذ، ممكن تفضل طبعاً، تفضلي، مرحبا أنا أستاذ، عندي أختي وقع لها طلاق يعني زوجتها طلقها يعني بين صابيحة وعاشية طلقها طلاق تعسوفي بدون أي سبب ما منسار ما يطلقوا رجال بدون أي سبب بدون سبب، بمباك باش عرفنا بلي قضية عمل كان حبها تحبس الخدمة وإلى آخره لا علينا المشكل المطروح أستاذ أنه بعد أسبوع يعني من اللي جاءت لدارنا بعد عشر أيام بتقريب تبين أنه هناك حمل نعم علمناهم بالليل هناك حمل يعني هو أثر على الطلاق وهو أحدث الطلاق يعني صدر الحكم بالطلاق نظرك المشكل الأستاذ أنه هذا الحمل هذا هي الأخت تعيمة عندها الظروف تحا ما هيش حبة تحتفظ بالمزيود هذا يا حبة تبديه البابة نعم ألو نعم نعم نتبع فيك وردتك خطر الظروف هي يعني عاملة ومعندها شوية تخليه والظروف تحا يعني أخوها قال بس كنا مع أخوها قال أنا يا من 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 سمحي لي فقط قبل ما تطرحي سؤالك أختك تطلقت على جل العمل على جل العمل ومش حبة تحتفظ بالإبن تحالة جل العمل أيضا العمل وممحوها في الدار قالها أنا من نربي لك شو من نربي له شو ولده تذكر ماليختي تلقها لتعسفيا من نربي له شو ولده الآن السؤال هي حبة كيزي للمولود هذا هل من الممكن تكلف شخص من العائلة يدهوله طبعا تتنازل على الحضانة بموجب حكم قضاء الطلقة هي عندها حكم طلاق الطلقة عندها حكم طلاق يعني بموجب حكم لازم حكم أو يعني تدهيه مباشرة مع شخص يعني ملعائلة لا هو شوفي هو مصلحة الطفل تقول بالسنة السنتين الأولتين العامين لو لين يقول ما يمه تعرفي السبب الرضاعة طبعا هذا معقول ثانيا بسبب هذه الرضاعة عندها تسهيلات في العمل عندها ساعتين تعرضاء يعني هذا غير كافي أستاذ غير كافي يعني مع الضروف وش عليها أنا ما نتخلش في الأمور الاجتماعية تحكم المهم في كل هذا اللي يجي بعد الأم بعد الطلاق هو الأب يعني اللي يدي الحضانة ولكن فقط أنا حبيت نطرحك سؤال نقول لك إذا الأم هذه تنزلت على الجنين تحالي ما زال في عمره شهر لشهرين ولا ما زال ما زالش راح تنزل عليه الأب تاو يعني هل تفكر في الإبن تحكي فيش رح يعيش يعني سؤال فقط يعني هي أنا نجاوبك من الآخر وبعد نرجع لموضوعنا هي تقدر تنزل الحضانة للأب لأن الأب يجي في المرتبة الثانية وبعد ذلك تجي الأم تاعك في المرتبة الثالثة ثم تجي أم الأب أم الزوج في المرتبة الرابعة ثم الأقربون وتروح للعلاقة العائلية فيما بعد بالتفصيل ولكن الآن فقط هل ما نشعر في الظروف قاهرة هل تخلي هذا الطفل اللي في عمره شهر ولا شهر الله ما زال ما زالش كما نقوله تخلي عند الأب تاو يعني شكل راح يرضعه شكل راح يقوم بي شكل هل الأخت تاك فكرة في الشي هذا فكرة في الشي هذا يعني هو عنده جداته في الدار عنده يعني يتربى عن جداته يعني تنازل 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 يعني هذا التنازل لازم يكون بمجب حكم أو يعني بدون من جزء لحكم قضائي لا لأنه إذا في حضانة للأم كان نفقها إذا أعطيته للأب يدي الحضانة والنفق يتبقى طالع عليه لأنه ما كان حتى بيان يثبت بأن الحضانة الحقيقية راهي عند الأب في الوثيق الحضانة الحقيقية عند الأم ولكن في الواقع الحضانة الحقيقية عند الأب والأب هنا غير محمي بعد أربع سنوات خمس سنوات تقدر الأختك تطلبه بالنفقة يقول بأن الإبن كان عندي ولكن في الوثائق الإبن عندها ولكن ليس هناك داليل طبعا أحسن شيء أنه يكون بموجب حكم قضائي التنازل للحضانة يكون بموجب حكم قضائي بين من يطلب إسقاط الحضانة عن نفسه وبين من يقبل هذه الحضانة هذا هو الجواب نعم يعني ما هي ما يترتب عليها حتى يعني متابعة قضائية ولا متابعات كل إنسان بظروفه ولكن مؤسف جدا يعني سمحي لي أن الأختك تطلق بسبب العمل لأنها حريصة للعمل تحها وفي نفس الوقت تتنازل لأبن تحها لأنه جزء من مشاكلها هو أنها لازم تخدم ولكن أنا أقول لك في كثير من الأحيان وربما نخرج شوية على القانون العمل شيء مهم ومطلوب وربما ما هو شعيم لا ولكن هناك أحيانا أولويات نظلم للعمل ما لازمش يكون هو العاق فيها أمامها شكرا أستاذياتك شكرا على التواصل وشكرا على الثقة طبعا وشكرا على سياعة الصدر من كثير من الأشخاص اللي ربما يتصلوا بنا ولكن الحقيقة أحيانا مرة لازم نقولها مهما كان لونها ومهما كان شكلها ومهما كان الوقع احتحى على نفوس الكثير من الأشخاص ولكن لابد أن نواجه أنفسنا بهذه الحقيقة لأن القانون مادة جمدة لا يعترفه في كثير من أحيانا بالمشاعر ولكن أيضا أحيانا لابد أن يكون للمشاعر مكان في العلاقات الإنسانية بعيدا ربما عن كل هذا الجمود الذي يعرفه القانون شكرا على الثقة شكرا على التواصل وشكرا على المتابعة إلى اللقاء في قدم الإعداد إن شاء الله